هل لو الاب اتبرع بكل فلوسه ده من حقه ولا كده يكون ظلم اولاده ولا هو ملوش الا التلتي بس في التصرف في امواله بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد ده خطأ شاعة قوي عند كتير من الناس حتى الاولاد ساعات يقولوا للاب لا يا بابا انت كده مش من حقك تتبرع للجامعية دي بكل صروتك يعني الاب عنده يعني ارض كبيرة جدا فاتبرع كلها لجامعية خيرية ده من حقه اه من حقه نص يا جماعة ده فلوسه امتى مش من حقه في حالتين لو هو وصه قال الارض بتاعتي كلها الميت فدان كلها بعد ما موت تروح للجامعية الخيرية وهو صروته الميت فدان دي هنا نقوله لا التلتي بس الوصية تكون في حدود التلتي هنتبرع بالتلتي فقط والباية الورا سياخده والحالة التانية لو هو مريض مرض الموت مرض يخاف منه الموت شكله كده حيودع وقال يا جماعة خلاص انا وهابت ارضي وهو مريض اهو مش وصية بس هو قالك وهابت ارضي للجامعية الخيرية نقوله لا انت كده مدام مرض اسمه مرض الموت او مرض المخوف كما يقول الفقهاء هنا نقوله لا التلتي بس طب هو في صحته او مرض عنده زكام او مرض بسيط او عنده الضغط او عنده السكر وقال يا جماعة انا في صحته اهو نص فلوس اديتها لمراتي يا جوز يا جوز فلوسه اخوان نص فلوس اديتها لابني اه هنا نقوله حتدي لابنك يبقى لازم تساوي مدام حتدي لأولادك يبقى بالعادل هي دي بس الاستثناء حاب يدي فلوسه كلها برضو ينفع بس طبعا ما عدش يعيط بقى يقوله انا فلوس انا بقيت فقير انت مدام عندك ايمان قوي وعاية ستبارها بفلوسه كلها جائز اشترى النفسه عربية اشترى ما حدش ما حدش قوله التلت دي مش بتاعتك ده حقه هو ما تجيش تحجر عليه وتجذب وتقول الرجل هو من السفية لما تبرع لارض كلها عشان بناء المسجد ده من السفية ده من اعقل العقلاء ده من افضل الناس لانه بيشتري اخرته انت بقى تبقى معين لابوك على ذلك مش تقوله لا يا بابا متعملش كده تبقى طمعان فكرة ان هو التلت باسي دي في مرض الموت واذا وصى غير كده من حاجة صرف ماله مدام يستخدمها في طريق المباح او الطريق الذي ينال منه الثواب والاجر دعم الفيديو بشير والاقيكم من شراك في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم اشتركوا في القناة